في حصيلة جديدة لضحايا حادث العبارة نورمان أطلانتك التي نشب فيها حريق قبالة شواطئ الألبانية ارتفعت حصيلة عدد القتلى إلى عشرة أشخاص وانتهت عملية إجلاء الركاب وأفراد التاقم الذين يتجاوز عددهم أربعمائة شخص غير أن مسؤولين دعوا إلى التعامل بحذر مع الأرقام لأن بعض الذين أنقذوا لم تكن أسماؤه موجودة على القائمة وكانت أحوال التقصي رديئة وقت عمليات الأنقاذ ويقول ربان السفينة أردنا مغادرة السفينة فورا دلاع الحريق ولكن لم نوفق بسبب اضطراب البحر والرياح القوية والأمطار الغزيرة ولم نستطع سوى إنزال قارب واحد إلى البحر أما الآخر في هذا الجانب فقد أتت عليه النيران واشتكى بعض الناجين من قلة خبرة أفراد التاقم في مواجهة مثل هذه الحالات ويقول أحدهم لم يكن هناك انذار أو اتصال ولم يقول لنا أحد ماذا نصنع كان علي أن أبحث بنفسي عن سطرة ناجات وألبسها لأطفالي كان هناك هالع ووضع يثير الجنون عشرة الناجين تم نقلهم إلى مدينة باري الإيطالية حيث فتحت النيابة العامة تحقيقا جنائيا لكشف ملابسات الحادث وكانت العبارة تقوم برحلة بين باتراس في اليونان وأنكون في إيطاليا اشتركوا في القناة